احنا توقفنا عن مين اللي جابك وقال لك انت هتمسك الكورة وانا ممسكش الكورة انما استعينا بيا لحد ما مسكت ادارة التسويق والاستثمار يعني انا اقول لك جات ازاي بس هل دي جات نجاح من بعد ما رتبت الرحلة بتاعت جنوب افريقيا في جوهانسبرج ونادي القارن لا 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 قابليها 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 الفكرة تولدت بص لما انا يعني قلتلك في السبعينات طهر الشيخ تجربة طهر الشيخ كان اول احتكاك قاعده نادي مع الكابتن صالح رشحت له لعيب وشاف بعد كده وشابه ايه يعني مثلا هو راح يدرس في بيروت لا طهر طهر هساس ان هو يعني حيروح في الجامعة هناك وحيتعمله ترتبات معينة ولم ينجح الامر لانه محدش التزم بالترتبات اللي توفق عليه هناك انت لو كنت عملت ترتبات دي لا 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 كنت عملت ترتبات دي كان الله رحمه كابتن عادي ليه كالكلموه قال لهم يجيني اه كان مسل جامعة بيروت وبعدين في حد قال لهم انا حتكفل بكل مش عارف ايه المهم يعني اه فاشت مش فاشت وربما يكون طهر نفسه ما عجبوش الوضع لان انا بقى اسبوعين لقيته في مصر قال لانا ما مش عايز اكمل الحكاية دي لانا ما كان بيروت كان اخويا بقى راح كندا وكان صاحبه اه وكان تزوج هناك مصرية مهاجرة اه فقلت له طيب روح عند اخويا في كندا وهو بقى كان صاحبك كمان اصر من الاسكندرية بيلعب في الدور اللي اللي كنت عملته في المعمورة اي اي ما انا انشأت دور السوداسيات وليهنا العبنا في الدور دي على الرم اه فقال مهم يعني اول دور السوداسيات رسمي اتعمل في المعمورة في الستينات والسبعينات وانت طال فكان بيجوا لعيبة كتير دولين يلعبوا معنا انا بدأت معكم في السبعينات ايه المهم يعني فطاهر فهو كابتن عارف ان عندي الدقب ده يعني ديني حاجة ما افضل وراد ورادة اه لما جينا بعد كده اه تزملنا في المجلس المؤقت سنة اتنين و السعين وبعدين بقيت مديري النادي فهو جيتي بيه بيقول لي يا عدلي الفريق حالته ما تصرش وعايزين نبتدي نبنيه ابتدى ياخد رأيي ابتدى يكلفني ابتدى يبعتني كابتن صالح كانش لسه فيه بقى لا دارت ايو ايو لا مكانش فيه كورة سايتها كما لا انا بكلم في التسعينات في التسعينات اه ابتدى ياخد رأيي انا حرجح كابتن حسان وكابتن الراي بتقول لي تبقى خفطة الحمر يرجعوا فور ابتدى تواصل مع كامل ابو علي ابساس كامل ابو علي ورح لهم صلاح حسن اه وصلاح وبعدين كلفني بموضوع ياسر ريان اه وعطينا فيه شط كبير لحد ما خلص اه وبدأنا ندعم وبعدين عمر الحديدي وبعدين اه محمود ابو الدهب وبعدين بدأنا نبني الفريق اللي استطاع ان يسترد سبع اه القاب يمكن في التسعينات نعم نعم